بسم الله الرحمن الرحيم وإن من نعم الله جل وعلا على الإنسان بعد الهداية له إلى الحق أن يثبته عليه جل وعلا حتى الممات وهذه نعمة من الله أخرى فكما أننا ندعو الله جل وعلا قائلين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كذلك ندعوه أيضا بألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ربنا لا تزيغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب فإن نعمة الله جل وعلا هذه أعلي الثبات على الحق والهدى حتى الممات هذه نعمة أخرى عظيمة يجب على العبد أن يراقب ربه فيها كمال المراقبة وإن كمال المراقبة أن يأتي بأسباب الثبات على الحق وأن يدعو خالق الخلق الذي هداه إلى الحق أن يثبته على الحق حتى يلقاه كما سمعنا في هاتين الآيتين اهدل الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقوله ربنا لا تزيغ قلوبنا بعد إذ هديتنا فهناك دعوة من عباد الله الصالحين الذين يحبون الخير وسلوك طريقه أن يهديهم الله إليه وهذه دعوة أخرى منهم أن يثبتهم عليه حتى الممات ولهذا كان سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه كثيرا ما يدعو بقوله يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينه وقد سئلت أم سلمة رضي الله عنها كما سألت هي رضي الله عنها فإنها كانت تسمع في بيتها كثيرا حينما يكون عندها النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء فسألته قائلة يا رسول الله ما أكثر ما أسمعك تدعو يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فقال لها عليه الصلاة والسلام يا أم سلمة إنه ليس أحد من بني آدم إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع الله فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه شكرا 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 يا اين